فقد وقفنا في نهاية اللقاء السابق عند قوله سبحانه وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وقلنا إن المعنى في إجماله قد تكرر في سورة الأعراف إلا أنه قال بذل إذ نجيناكم إذ أنجيناكم واختلف أيضا في يذبحون ويقتلون واختلفت هاتان الآيتان مع آية إبراهيم لأن آية إبراهيم كانت من قول موسى ولذلك عطف بالواو في قوله يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناء وقلنا السبب في ذلك أولا في نجينا وأنجينا وبقي أن نقول في قوله سبحانه يذبحون ويقتلون الظبح لا بد أن يكون بفرغ الأودج يعني راقبته هفري الأودج داي ويفجر الآية الدم لكن القضل قد يكون بذلك وبغيره فالذي يميت خنقا والذي يميت إغراقا برضو بيقتل ولا لا إلا أنه ما بيسلش إيه بيسلش لما فكأن فرعون حينما أراد أن ينتكم من ذريات بني إسرائيل انتقم منهم انتقاميه انتقام لأنهم كانوا شيعة الهكسوس الذين ملكوا مصر استعمارا واحتلالا ولذلك كان يوسف على خزائم الأرض ماذا قال الملك أؤتوني بيه أستخلص ناسي فكأنهم كانوا موالين لهؤلاء فلما أخرج هؤلاء أصبح بني إسرائيل كأنهم من أنصاري وبقية من بقيتهم ما قاعدوا يصومونهم سوءا إيه للعزاب طب ومسألة التقتيل والتسبيح ليه قالت إن رأى رؤية إن نار هبكت له من بيت المقدس وأحرقت كل مصريين ولم ينجوا منها إلا الإسرائيليين فلما طلب تأويل الرؤية عند أحباره وكحانه وهو إلى أكره قالوا أنه يخرج من ذريات إسرائيل ولد يكون زوال ملكك على إيه على إيه فماذا يصنع جاء بحكاية التسبيح والقتل فأمر القوابل أن كل ولد كل ذكر يجي يزبح فلما حصل هذا تسر القتل في ذريات إسرائيل الذكور وكبر السن في الكبار يموتون حد فأنوا فيهم فقال القوم الذين آلفوا السيادة وآلفوا أن يكون هؤلاء في خدمتهم لفرعون أن ينشك بني إسرائيل أنه ما يبقاش عندنا حد عشان يقوم بخدمتنا حدش يقوم بخدمتنا فتوسطوا عنده فجعل الزبح عاما والإبقاء على المولودين عاما فهارون ولد في السنة التي لم يكن فيها زبح وموسى جاء دوره في السنة اللي فيها الزبح وحصل ما حدث مما إيه مما تعرفون إذن علة التسبيح هي إيه الخوف الخوف من ضياع الملك وحلة الثوم العذاب الأولانية دي كانت لأنهم كانوا من بقايا الهكسيس والمستعملين إحنا قلنا كلمة يسنونكم سوء العذاب يجبحون أبناءكم كذا كلمة الإبن إذا أطلقت يطلقوا صرف للذكر إنما الولد يطلقوا على الذكر وعلى الأنسة يلاحظ أن التسبيح كان للمولودين يبقى يذبحون أبناءكم ويستحيون إيه مش بناتكم مش كده القياس إنما دا يذلك على معنى آخر أن الحق آسر التعبير ويستحيون نساءكم على الفكرة المقصودة من إبقاء عنصر الأنسة لأ حيصيرهم نساء سراري يتمتعوا بيهم فما قالش بنات لأن كلمة بنات دي تفيد إيه إنهم برضو يفضلوا قال لك لا ما يقولون إليه حيصيروا إلى إيه إلا نساء ومدام حيصيروا إلى نساء يبقى معنى ذلك أنهم يريدونهم إيه سراري يبقى دي ودي زيادة في التنكيل وأما الرجل حين يحذبه أمر يقضي على حياته يبقى خلال سلم في نفسه ولكن الذي يؤلمه أن يترك إيه آه عملية شاك قاوي يبقى إذن العذاب جاء من ناحيتين من ناحية إبقاء الإيه إبقاء النساء وسمهم إيه نساء وكلمة نساء دي بيقولوا عنها اللغويين أنها هي نساء ونسوة ونسوان كلها جمع إلا أنه لم يرد لها مفرد نعم كل جامع يبقى له إيه يبقى له مفرد لكن الجمع هو نساء نسوان يعني نساء النبي وقال نسوة في المدينة مثلا ونسوان أيضا دي كلها جمع هذا جمع لا واحدة له إيه لا واحدة له من لفظه وإنه ونزيك لما يقولك واحد بقى يتعلم عليه يقولك ما مفرد نساء تقول له امرأة تقول له إيه يعني دليل على أنه مالوش إيه مالوش مفرد من إيه من جمز كلها مع الآن إذن يزبحون منه واستحيون نساء أكم أرفنا الإشارة في قوله إيه نساء الحق سبحانه وتعالى